السلام عليكم أصدقائي الحلوين إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة وينعاد عليكم بمناسبة المولد النبوي الكريم موضوع حلقة من اليوم عن التهاب السحاية وهي شو هو التهاب السحاية؟ التهاب السحاية هو عبارة عن التهاب يصيب الأخشية المحيطة بالدماغ والنخواع الشوكي تتركها من السوائل اللي فيها بيكون البكتيريا وماكروبات حوالين هذه الأخشية طبعا إلى عدة أسباب أنواعها هي ممكن يكون بكتيري وفيروسي البكتيري هو أخطراء وممكن يكون فيه إلى أسباب أخرى مثل السرطان مثلا علاج كيميائي مثلا طفليات فطور مثلا أعراض جانبية لأدوية نحن نستخدمها مثلا أسباب بأمراض مناعية أو اختلاطات بسبب عمليات جراحية أو إصابات مثلا أو حوادث طبعا ما تعدي هي أكثر شيء يعدو هي البكتيرية والفيروسية هذول يعدو سواء عن تماث مباشر عن طريق العطس عن طريق الاستعليم والعلاج تباها يعتمد والشفاء منها والعلاج يعتمد حسب العمر أكثر شيء تصيب هي معظم الأوقات تصيب الأطفال والكبار بالسن من 60 فيما فوق لأنه يكون منعتهم ضعيفة بالإضافة للحوامل يكون منعتها قليلة كثير فهذا تصيبهم أكثر شيء طبعا هي عبارة عن بكتيريا تصيب أي عضو بالجسم مثلا رئتين أو الجيوب أو الإذن وبتنتقل عن طريق مجرى الدم للدماغ أو للنخاع الشوكي وتضاعف بسرعة هائلة وتسبب مشاكل كبيرة عدم علاجها بأسرع وقت ممكن يسبب الموت طبعا هلا مثلا أعراضها هي بتساوينا نقص شهية ارتفاع الحرارة نعاس وخمول بيصير الشخص السريع للغضب سعلي عطاس بينام كتير صداع مثل الشقيقة مثلا مشاكل بالعائب والمخ أحيانا بيشعر بقشعريرة وبردية بقع أحيانا تظهر بقع على الجسم على كل الجسم بقع بتفجر الأوعية الدموية الصغيرة الشعيرات الدموية بتفجرها مثلا بتسبب طفح جلدي بتزيد من سرعة نبضات القلب ومثلا أن عدم العلاج بتسبب الموت مشاكل بالمفاصل بتأثر على السمع والبصر خصوصا عند الأطفال بتساوي تأخر عقلي بتساوي الصراع بتساوي مثل الشقيقة كمان وبساوي استسقاء بالدماغ فلا بد من العلاج حيانا أحيانا أكتر مشاكل بتصيب خلال السنة كلها بس أحيانا الفصلين أكتر شي هي الصيف والخريف بس خلال السنة كلها ممكن تصيب الإنسان طبعا العلاج الطبيب ممكن يأخذ مثلا الفحص السريري يأخذ خزعة من السائل الشوكي زراعة الدم مثلا تحليل دم أو صورة للمخ والنخاع الشوكي ممكن تسببها كم الأمراض يمكن تسببها تساوي لنا ساحاية الإنفلونزا بكل أنواعها مثلا أمراض الإيدز فيروس النيل الحصبة الهربس النكاف مثلا زاعة الرئة مثلا الإستيريا التي تأتي عن طريق الأكل وخصوصا الحوامل طبعا أعراض على الحامل لا تظهر لكن المشكلة تظهر على الجنين في بطنها تأثر عليه تأثير كبير جدا يعني تدمره للجنين مثلا التهاب إذن التهاب جيوب يعني طريق الدم لتصل للمخ أو للنخاع الشوكي يحدث مع الواحد تصلب بالرأبة أو تصلب بالجزع بالظهر تأثر عليه طبعا هنا طريقة العلاج اللقاحات مهمة جدا يأخذ الأطفال خصوصا اللقاحات مهمة جدا زايد مضادات حيوية الراحة وخافضات حرارة وتجنب الناس المصابين بإنتهاب السحايا تجنب على المستشفى مباشرة للتخلص من هذا المرض هذا المرض مثل أنه يسبب الموت إذا لم يعالج وشكرا متابعتكم والسلام عليكم